موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لحياتي معنا حقيقة اليوم هنتكلم عن قوة الكلمة والكلمات إيش أثرها علينا لأن كثير من الناس ما يحسب لهذا الأمر حساب الكلمات لها تأثير على أنفسنا كتأثير السحر تماما لأنها تؤثر على مشاعرنا ومشاعرنا تؤثر بالتالي على سلوكنا لو تقول لنفسك أنا ما أقدر أنا ما أستطيع هل بالضبط زي ما تقول لنفسك لا أنا أقدر أنا أستطيع الأمر بسيط إن شاء الله ربي هيوفقني لذلك وجدوا أن الأطفال في طفولتهم يسمعوا من أربع آلاف وخمسمائة كلمة إلى خمس آلاف كلمة سلبية في طفولتهم أنت ما تفهم مخك تخين أنت ما تتوفق مدر وشو فالولد يتربى على إنه فعلا محطم وإنه فعلا كذا فتجد أطفالنا معظمهم ما عندهم ثقة بأنفسهم ما يعرفوا وين رايح في الحياة وما يعرفش السبب السبب إنه بيئته هي اللي نشأته على هذه الكلمات السلبية خلينا أعطيكم قصة كده لطيفة حصلت حقيقية في واحدة من المدارس في أمريكا جاءت واحدة بتتعين معلمة اسمها ميرفا كوينز ميرفا هادي كوينز مشتهدة جاءت فالوكيلة قالت لها في أول يوم قالت لها يا ميرفا في فصل أنت تخديه من الفصول بس الله يعينك على الفصل هذا الفصل هذا مشاغب الفصل هذا شقي الفصل هذا مستوى العلمي منخفض فدخلت الفصل وبدأت تنظر في الفصل فوجدت فيه طلاب زي كل الطلاب الموجودين في الدنيا فأول حاجة عملتها طلبت من المعلمين والمعلمات اللي كان يدرس هذا الفصل أنه أوقفوا الكلام السلبي اللي تقولونه الطلبة كان ماذا يقال لهم أنتم مخكم تخين أنتم أشقى فصل أنتم مش هتنفعوا أنتم كذا فطلبت منهم أوقفوها وبدأت تستخدم العكس معهم قالت لهم أنتم أذكياء وعملت لهم اختبارات صورية فعلا عشان تثبت لهم أنهم أذكياء فبدأت تتغير نظرتهم لأنفسهم وبدأت فعلا تزيدهم عطاء من الكلمات الإيجابية أنتم عندكم بس مخكم ليش من تحطينه في الدراسة أبي مخكم في الدراسة أنتم أذكياء جدا ما في مشكلة تقدروا تعالجوها وفعلا بدأت طلبة يتقبلون هذا الكلام بعد نهاية الفصل الدراسي الأول ثلاثين في المئة من مستواهم طلع لا غيرت جيناتهم لا جابت لهم حبوب منشطة إطلاقا كل اللي عملته استخدمت الكلام الإيجابي لذلك هذا الكلام الإيجابي الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم وأثنى على أصحابه وهدوا إلى الطيب من القول ليش؟ لأنه أنت لما تسمع كلام طيب دائما وكلام إيجابي دائما تبدأ أنت تستفز طاقاتك وقدراتك للشيء الأحسن والأفضل في اللغة الإنجليزية يوجد ثلاثة ألاف كلمة تصف المشاعر أحبك أكرهك أنا مكتئب أنا زعلان موجودة الغريب أنه 1800 كلمة تصف المشاعر السلبية 1200 كلمة تصف المشاعر الإيجابية ونحن بسنا بعيدين عنهم طيب الشيء الأغرب أنه استخدامات الناس في حدود من 40 إلى 50 كلمة فقط من هذه 1800 كلمة يعني إيش؟ يعني أنت وأنت لو زدت من حصيلتكم اللغوية في بعض الكلام ممكن حياتكم تتغير حاطيكم مثال لما أنت تقول للواحد والله يا أخي يعجبني فيك شهامة الفرسان هل الكلمة هذه كل يوم نسمحها؟ أبدا لكن هتهزوا بيها أو الله يسعدك هذه الكلمة تهز بعض الناس أو يعجبني فيك فيك نخوة الرجال هذا الكلام يهز نهز غير طبيعي فهذه الكلمات أدعوكم أنكم تزيدوها في حصيلتكم مو بس كده وكمان تخلوا أبناعكم يتعودوا عليها هذا الكلام رائع هذا الكلام اللي الله عز وجل خلق وهي اللغة العربية وهي أغنى لغة في العالم أبداكم تبدأوا فيها طيب الكلام الكلام نفسه السلبي ممكن جدا نتحايل عليه يعني بمعنى مو شرط إذا ابني سوى شيء إن أنا أتهم بأنه غبي وأنه مختقين وأنه كذا أبدا على الإطلاق لا أنا هذا الكلام اللي هو الكلام الإيجابي هو اللي يرفع من قيمة الإنسان خليني أنا أعطيكم مثال حقيقي دكتور أحمد زويل وهو مشهور وعلم يقول عن نفسي عندما كنت في المرحلة الابتدائية أمي أمي كانت تضع على باب غرفتي دكتور أحمد زويل تضع وهو للساعة وفسادس ابتدائي تقول أمه يقول أمي كانت دائما تقول لي يا ولدي يا أحمد أنا أعرف أنك تطلع شيء مهم في الدنيا بس ما أعرف إش هو لكن أنا متأكد أن تطلع دكتور في إيش ما أعرف لكن أنت دكتور فيقول كلمة دكتور بدا تسمعها وأنا عمري ثمان سنوات تسع سنوات بدا تألفها بدا تسأل نفسي كيف أصير هذا هذا اللي إحنا نتكلم عنه هذا هو مش والله أنت مخك تخيم أنت ما تفهم أنت كذا مو بس حتى مع موظفينا لما نعطي له كلام سلبي أنا إيش قاعد يسوي فيه قاعد أحطمه قاعد ما أخليه أبدا يتحرك في الحياة لذلك بعض الناس للأسف الشديد وصلوا إلى مراحل في حياتهم فقدوا الثقة تماما ولما تشوفهم يقول لك أبوي لما كنت في المتوسطة لما كنت في مرحلة المراهقة كان دائما يقول لي كلام سلبي عمره ما بل ريقي بكلام حلو دائما يحطمني طبعا نحن نعذر أبوي لجهله نعذر أبوي لأنه كان وديه يطلع على قولتنا رجال نعذر أبوي لأنه وديه يخليه كويس لكن في النهاية أبناءنا وبناتنا هم اللي بيدفعوا الثمن هم فالكلام الإيجابي هو الذي أريده يعني معكم باستمرار طيب أيضا في الحروب في المناطق العسكرية استخدموا هذا الكلام كيف؟ فيه مدمرة تدمر قرى خمسة كيلو في خمسة كيلو اسمها MX معروفة لما جوا العسكريين نزلوها للناس في بعض الحروب شمعزت قلوب الناس فراحوا غيروها غيروها سموها بيس كيبر بيس كيبر لما تجيوا ترجموها بالعربي حافظة السلام فلما يجي في الأخبار يقول لك ونزلت اليوم حافظة السلام ومرت اليوم حافظة السلام ما عندك مشكلة لأنه خفف لك هذه الكلمات بعض الناس أكثر من ذلك عرفوا في بعض الحانات الموجودة والعياذ بالله التي يعني تعطي خمور وما خمور وكذا أنه لما يقول لك نحن هنا نبيع الخمور أنه النفوس تشمئز وش خمور وكذا فغير الكلام قال مشروبات روحية لاحظ معايا فالكلام له تأثير في النفس البشرية هو صح قاعد يضحك على الناس لكن الكلام نفسه له تأثير غير طبيعي على النفس البشرية فأنا أدعوكم من هذا البرنامج وهذا الكلام أنه يكون كلام إيجابي سواء مع نفسك ما تتكلم مع نفسك كلام سلبي ما تقول لنفسك باستمرار هذا مستحيل أنا ما أقدر أنا فاشل المهمة هذه صعبة أنا ما أقدر عليها هذا الكلام السلبي كفيل بأنه يقضي عليك يحطمك دون أن تشعر لأنه العقل اللواعي يلقط الكلمة ثم بعد ذلك يدخلك هي في السيستم ويبدأ يقنعك بيها صدقوني هذا اللي بيحصل أنا أذكر في مرة في واحدة من الجامعات كان عندي محاضرة وبتحدث في مثل هذه الأمور فرفع واحد من الطلبة يده قال يا دكتور أنا عندي مادة صلي مرتين والله أعيدها مرتين أعيدها فقلت له قل لي بصراحة ماذا تقول لنفسك كل يوم ونتجي للجامعة لهذه المادة ماذا تقول لنفسك ماذا تقول لنفسك لما توقف سيارتك في الموقف وتمشي هالمسافة ما بين سيارتك وما بين المحاضرة ماذا تقول لنفسك قال أقول لنفسي أم مداعي عليه ليأخذ عنده هذا الدكتور والله المادة صعبة أعوذ بالله مين ينجح فيها قلت له كم صار لك تقول لنفسك هالكلام قال سنة قلت له أنا أقول لك من الآن لو استمرت تقول لنفسك هذا الكلام والله لا تقعد كبان سنة قال ليش يا دكتور قلت له أنك بتهيئ نفسك لمستقبل للسماجة قاعد تقنع نفسك به فالكلام له أثر علينا غير طبيعي طب ويش العمل؟ العمل اعكس قل هذه المادة سهلة هذه المادة هنتصر عليها هذه المادة ضيفة عندي أيام وستزول ما في شيء مصعب مدام فلان وفلان وفلان نجحوا فيها أنا مني أقل منهم أنا هنجح فيها هذا الكلام غيره من الكلام الإيجابي هو اللي لازم أبنائنا للأسف هذا الكلام لا يدرس في مدارسنا لا يدرس في جامعاتنا هذا نكتشف بعدين في الحياة لما تمر السنين لذلك أنت وأنت في حياتكم أريد كلام إيجابي مع أنفسكم وكذلك كلام إيجابي مع أبنائكم وبناتكم أدركنا الوقت وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى أتمنى أن تعيشوا بكلمات إيجابية كلمات محفزة لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 اشتركوا في القناة